في الحلقة اللي فاتت اتكلمنا عن موبايل هواوي نوفا 11 وفي الحلقة دية هنتكلم عن تسريبات عن نسخة الاكبر منه وهو البرو هواوي نوفا 11 برو بما ان يعني مفيش موباولات نزلة اليومين دول وقلنا الحلقة اللي فاتت ان هواوي نوفا 11 النسخة العادية بيقدم مواصفات ممتازة جدا قصاد السعر متوقع لينزل بيه انما بقى النسخة البرو بتقدم اكيد مواصفات اقوى وفي نفس الوقت ممتازة جدا قصاد السعر فمجراغي كتير تعال نبدأ على طون بس خد بالك في الفيديو دوت هنستخدم موبايل هواوي نوفا 10 برو علشان دست مافيش معلومات عن شكل نسخة الـ 11 برو اول حاجة هنتكلم عنها هو الوزن الوزن بتاعه هكون في حدود 193 جرام وده اتقل شوية من النسخة العادية وده مؤشر للنسخة البرو البطارية بتاعته اكبر وهيجي باربع الوان الاخضر والارجواني والاسود والفضي وبنسبة للصوت الخارجي فالصوت هنا بيجي استيريو وقوة 24 بيت اما بقى بالنسبة للشاشة فبتيجي من النوع اول اي دي بمساحة ستة وتمانية من عشر بوصة مع نسبة استحواز واحد وتسعين في المية وبدكة فلش دي بلس وبكسافة بيكسلات ربعمية خمسة وتلاتين بيكسل لكل بوصة وبتيجي بقوة اضاء بتوصل لألف وستمائة شمعة ومع معدل تحديس عالي واللي هو المية وعشرين هرتز وبتدعم توقنات اتش دي ارتين بلس وبنسبة لما صفات الشاشة فهي شاشة ممتازة جدا وممكن يقول لي يعني فيها بعض الحاجات النقصة بس حاجات نقصة مفيش معلومات عنها مش معنا كده نامش موجودة زي مسلا طبقة الحماية التيجي عليها واصح البصمة بتيجي تحت الشاشة وب للرام والزاقرة فالموبيل بيجي بنسختين واللي اتنين بيجوا بنفس حجم الرام واللي هو اتناشر جيجا بايت وبنسبة لمساحات التخزين فالأولى متين الستة وخمسين والتانية خمسمية واتناشر جيجا بايت اما بقى بالنسبة للمعالج فالموبيل ده لات يجيبر معالج تمان تلاف ومية بمعمارية خمسة نانو وبتردد اتنين وتمانية من عشرة جيجيا هرتز ما معالج رسومي مالي جي ستمية وعشرة وبنسبة لديه للمعالج ده هو يعني اعلى بشوية من نسخة حوابي Nova Eleven العادية اللي بتيجي بمعالج Dimensity 8100 بس من غير ماكس مع أن الفرق في الأداء مش كبير قوي بس الاتنين هيتدوك نفس الأداء المحترم الجبار اللي في نفس الفئة السعرية بتاعتهم أما باب النسبة للكاميرات فالموبال بيجي بأربع كاميرات خلفية الأولى بدقة 108 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F1.8 والكاميرا التانية بدقة 8 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F2.2 ودية كاميرا ألتراويد والكاميرا التالتة والربعة بدقة 2 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F2.4 واحدة للعزم وبيجي معهم فلاش ليد وبيدعمه تقنية البانوراما والHGR ويقدر يصور فيديو بدقة 4K بسرعة 30 فريم وبنسبة للكاميرا الأمامية فبتيجي بدقة 32 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F2.4 وبتدعم تقنية الHGR ويقدر يصور فيديو بدقة 4K بسرعة 30 فريم وبنسبة ليعني أداء وجوتة الكاميرات ديت فهندي للأسف نرش نحكم على نهائيا علشان لسه مجرد أرقام على ورق ونخش بقى البطارية البطارية بتاعتها تكون في حدود 4700 ميلي أمبير وده عكس النسخة العادية اللي بتيجي 4700 ميلي أمبير وبتدعم الشحن السريع بقوة 80 واط والشحن اللاسلكي بقدرة 40 واط وطبعا حجب البطارية هنا وسرعة الشحن الاتنين متناسقين مع بعض وممتازين أما بقى بالنسبة لآخر حاجة معنا وهو السعر فالسعر متوقع عليه هو حوالي خمسمية وستين دولار يعني 10600 جنيه مصري و200 ريال سعودي واثنين وتمانين ألف دينار جزائري وتم مية وعشرين ألف دينار عراقي وبس كده كده أنا خلصت والنزل رأيي فيه أنا شايفه نمه ممتاز جدا من ناحية إمكانيات قصد السعر متوقع له ينزل به بس ينزل لنا بالسعر دوت وما زلتش أكثر من كده عشان لو زاد يعني هتبقى مواخد شوية وبس كده كده أنا خلصت وطبعا رأيك تحت في تعليقاتي يهمني وسلام